إجراءات أمريكية أدت إلى تراجع قيمة العملة السورية حسب المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جفري ما يتحدث عنه الرجل هو قرب تفعيل قانون قيصر الأمريكي هذا الشهر والذي يفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات التي تتعامل مع النظام السوري الضعر الذي أثاره القانون هوى بسعر العملة فأصبح الدولار الواحد يساوي 2900 ليرة رغم أن سعره الرسمي هو 700 ليرة المسؤول الأمريكي قال إن بلاده قدمت عرضا للأسد للخروج من هذه الأزمة فتريد واشنطن أن ترى عملية سياسية ليس بالضرورة تؤدي لتغيير النظام ولكن تغير سلوكه وتمنعه من توفير ملاذات للمنظمات الإرهابية أو قاعدة لإيران لبسط هيمنتها على المنطقة جفري أشار إلى أن النظام لن يجد مخرجا من هذه الأزمة فلن تتمكن روسيا أو إيران من إنقاذه كما أن بنوك لبنان تعاني من أزمة طاحنة وانعكس انهيار الليرة مباشرة على الشارع حيث شهدت محافظة السويداء الجنوبية احتجاجات لليوم الثاني على التوالي وطالبا متظاهرون برحيل الأسد كما أغلقت غالبية متاجر البلاد أبوابها بسبب الأزمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر